اشتركوا في القناة اللي انا حاط عنوانه للحوالات عشان البنك يسكر حسابي ويقاضيني على اني انا بمول جهات ارهابية اللي حاب يسمع التفاصيل في اخر الحلقة ان شاء الله طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء 14 قانون الاول ديسمبر من شهر 12 2021 طبعا اليوم في عنا اخله مسار ان القمر رح يندقل من الحمل للثور يعني في عدة مواضيع لازم نحكي فيها ونوضحها وخصوصا انه انا حكيت بالايام الماضي ركزت على مواضيع الفيضانات والامور اللي لها علاقة بالعواصف اللي حاليا اتركزت في امريكا بحجم كبير يعني لدرجة انه ولاية كينتاكي تقريبا 30 اعصار بخلال اقل من 24 ساعة او اكثر من 30 اعصار صار فخلينا نشوف التوقعات طبعا القمر الان موجود في منزلة البطي وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح يمكث القمر طبعا فيها لغاية الساعة 11 و39 دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي ليلة الاثنين موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء يعني لأسرار مناسبة للسر مناسبة لكتمان الأمور وإخفاء الأمور وغير مناسبة للفضفضة يعني اللي بيفضفضوا باللجواهم ببيحوا عن أسرارهم مش مناسبة هاي الفترة القمر ما زال موجود في برج الحمل الان طبعا بما انه القمر موجود في برج الحمل معناته ما زالت الطاقة موجودة عنا منلاقي انه عنا طاقة كبيرة للعمل للحركة منه اكون اكثر تصميما واكثر استقلالية ممكن نبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا في بعض المواقف وخصوصا ممكن في قيادة السيارة او في الحركة يجب ان نحضر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة لانه ممكن نتخالف او نعمل حادث منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفق الدبلوماسيتنا ونكون اكثر عدوانية بهاي الفترة في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك ويمكننا في هاي الفترة تعديل قصة الشعر او اقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية لما نحكي زوايا فلكية بطيئة هاي تأثيراتها الها ايام ورح تستمر لا ايام يعني ذروتها نحكيها في يوم ذروتها ولكن لما بتكون بس تأثيراتها موجودة ما في داعي لذكر ساعة ذروتها قبل يومين او ثلاث ايام عشان هيك احنا بنحكي تأثير الزاوية اللي قائمة حاليا ايش بتعمل بالنسبة لهاي الزوايا طبعا اللي بنذكرها في البداية اول زاوية هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين نبتون طبعا هاي طبعا مستمرة يعني لغاية يوم 15-12 تأثيراتها هي بتجعل البعض يعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع وبتدل على عدم الاستقرار في المستوى السياسي والامور اللي علاقة بالحكومات ولكن ركزنا في هاي الزاوية من ايام وحنا بنذكرها بنحكي انها هاي الزاوية بما انه الشمس في كوكب ناري ونبتون موجودة في كوكب مائي معناته في امور عنيفة رح تصير لها علاقة بالامور البحرية او الاعاصير او السوائل تحديدا فقلنا انه بهاي الفترة مشاكل في القطاع البحري غرق في بعض السفن او البواخر او اشي بتعرض بالبواخر والسفن برضو اشياء لها علاقة بالظواهر البحرية الفيضانات الطوفان الاعاصير تسرب غاز حوادث تسمون جماعي وارتفاع في اسعار النفط هاي زاوية في زاوية ثانية برضو لها نفس الاثار اللي الثنتين اجتمعا بنفس الوقت مع انتقال المريخ عملا كارثة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يعني زاوية التسديس المنفصل الايجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي برضو مستمرة لغاية يوم 19-12 يعني تأثيرها كل يوم كل يوم لغاية 19-12 بيسود جوعا من الودفة بتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو طبعا هي زاوية ايجابية ولكن نفس الاقتران هذا بعمل احداث برضو سلبية هاي الزاوية طبعا مستمرة لغاية يوم 30-12 هي بالاساس على بعض الابراج بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابيا ناجحة ايجابيا لانه ممكن في هاي اللحظة تدعم اكثر وتتعزز اكثر ولكن عند العلاقات الضعيفة او العلاقات الجديدة او العلاقات المهزوزة او العلاقات اللي بيشوبها نوع من علامات الاستفهام بتدفعنا للعنف والكلام الجارح وبتجعلنا مزاجنا عدواني عصبيي المزاج وهاي التأثيرات ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بشكل كبير اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي اخر زاوية من الزوايا البطاعة القائمة هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين اورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم 13 واحد فهاي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات في نفس اللحظة الزاوية هاي لها علاقة بالحوادث الطبيعية المدمرة زي العواصف والزلازل سقوط الطائرات حوادث في السك الحديد وبتدل على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل يعني تأثيرها اليوم ذروتها اليوم اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف الليل اكثر المتضررين هم اللي بكون لهم مشاكل او بكون بينهم مشاكل عاطفية لانه في هاي اللحظة بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 22 دقيقة صباحا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار خلو المسار هو سلبي لانه القمر بيبطل لشكل زوايا وفي نفس اللحظة بيكون في مرحلة انتقال الخلو المسار هذا رح يبدأ ساعة 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى يعني تمام الساعة 8 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 18 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير القمر استقر في برج الثور وبلش يعمل اول زوايا لالو فعشان هيك من ساعات الصباح منشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا مهديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن بهاي الفترة الاهتمام بالامور العقارية او اللي حاب يشتري عقار الفترة هاي ممتازة ولكن بده يدقق بالعقود برضو ممكن الفترة هاي قضاء وقت ممتع في البيت مثلا مع العائلة او بمشاهدة التلفاز بالنسبة لذروة الزاوية الوحيدة اللي راح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية تسديس ايجابية طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هي زاوية القمر مع عطارد زاوية تسديس بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون الساعة عشرة وتسعة عشر دقيقة ظهرا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا اللي بتصير اكثر حساسية بالفترة هاي واللي لازم نوفر لها عناية اضافية اول اشي العنق الحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة ادم يعني منطقة العنق وما يحتويها العنق طيب بالنسبة للعملية الجراحية هل مناسبة في خلال هذا اليوم طبعا مناسبة دون فترة خلو المسار اي عملية جراحية مناسبة دون فترة خلو المسار يعني في خلو المسار لا يصلح اجراء عمليات جراحية وفي نفس اللحظة الاعضاء اللي ذكرناها اللي اكثر حساسية برضو ما نعمل لها عمليات جراحية باقي الجسم ما فيه اي مشاكل طيب بالنسبة للتجميل برضو مناسب جدا ان كان حقا او جراحة ولكن لا يصلح هذا اليوم لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا مناسب جدا خلال هذا اليوم ما فيه اي مشاكل مع اخذ بعين الاعتبار اللي هو بنادول حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام او برضو اخذ اللي هو الاسبرين للاشخاص اللي عمرهم فوق اربعين سنة اللي هي حبة لكل يوم لمدة ثلاث ايام بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس ست عاش اتناش بيبدأ في تمام الساعة اربعة وثمان دقائق بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش طبعا كل الاوقات لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عشر ايام في تمام الساعة احداش واربع واربعين دقيقة ظهرا بيصبح احد عشر يوم نسبة الاضاءة ثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعة الصباح بصير خمس واربعين في المية القمر في الحمل وبدي ينتقل للثور حتى يوم ست عاش اتناش سعيد الان هو بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة خمس وثلاثين في المية عطارد في الجدي حتى يوم اثنين واحد سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش بعدين تبدأ عملية التراجع هي الان سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية المريخ في القوس حتى يوم اربع وعشرين واحد منتحس بنسبة خمستاش في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسع وعشرين اتناش سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر بما أنه ما زال موجود عندكم ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط اليوم أكثر من الأيام الماضية بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم من الآن لغاية ساعات الصباح الأجواء جيدة ودعملة لكم بشكل كبير من ساعات الصباح بيصير الجو أكثر إيجابية ولكنه بيركز على الأمور المالية أكثر فعشان هيك بيصير هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات وزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم إشي أنك تتشجع ممكن تعالج مسائل إدارية وتمولية بتتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية الأجواء إيجابية فأهم إشي أنك تستغلها على المستوى المالي بشكل جيد برج الثور طبعا بيتطلب منكم هذا اليوم لغاية ساعات الصباح عدم المبالغة في مجهودكم وخصوصا بتكون حافظوا على طاقتكم على جسمكم على صحتكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم لأن الأجواء ما زالت ضغطة القمر ما زال موجود في بيت المتاعب رح يمكت لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتصير الأجواء غير بتصير ثقتكم بأنفسكم أكبر بعمكم النشاط ممكن تبادروا لخطوة جديدة ادعا من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر في هاي الفترة رح يخلي الفترة استثنائية ومميزة بدعوك الجولة بذل جهد أكثر عشان يصير فيه نوع من أنواع التفاهم الأكثر وتحقق نتائج أكثر انت داخل على فترة ممتازة جدا وتعتبر هاي الفترة من أفضل فترات هذا الشهر برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة أو لقاء أو اجتماع أو يعني إشي في لقاء اجتماعي وأصدقاء بتكونوا مخلصين لصداقاتكم وموعودكم ممكن تحصدوا بعض التأييد وتكون ارتباطاتك جيدة وتحقق من خلالها إنجاز طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح يصير موجود يعني في بيت متاعبكم عشان هيك بيصير هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني بتلاقي طاقتك نزلت مرة واحدة بس إنجز اللي بتقدر عليه من عمل متراكم دون إهمال صحتك حاول إنك ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من ركود ومراوحة المكان حاول إنك ما تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك أفكارك شوي مشوشة والظروف بتكون مخيبة للأمل برج السرطان بتظل الفرصة متاحة على الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم أمام المسؤولين وبرضو بيقدروا يحافظوا على إنجازاتهم القائمة في مجال العمل أهم شيء تهدئوا من روعوا قوى انفعالاتك لغاية ساعات الصباح من الأجواء من الآن للصباح مشحونة بالمتاعب والتوتر من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير رح تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته يعني الأجواء بترافقك بأجواء جيدة جدا رغم كل الضغوطات اللي مرت عليك في الأيام الماضية أهمش أنك تكرر المحاولات إذا أردت الدعم والتأييد هذه فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتطلاقها مع طموحاتك برج الأسد ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والاهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التعامل مع الأجانب أو الامتحانات فبظل هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير شوي من ناحية سلبي لأنه القمر رح ينتقل ويصير في البيت التاسع في البيت العاشر لإلك اللي هو بيت السمعة فعشان هيك من الأجواء بتصير مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على عملهم ولكن بوظل هذا بيت السمعة بإمكانكم إثبات جدارتكم أمام المسؤولين أو أنك تحصل على ترقية أو شكر أو تكريم ولكن إذا خالفت القوانين الأمور بتصير صعبة فعشان هيك الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن يكون في نوع من أنواع قلق حول أحد أفراد العائلة أهم شيء أنه اليوم ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام إجمالاً بيكون في نوع من أنواع الصعوبة برج العذرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض أهم شيء أن تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا بحاجة اليوم للاقة لياقة جسدية وأعصاب متينة من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعاً القمر رح يصير موجود في البيت التاسع فهنا هاي فترة إيجابية ممكن يصلكم خبر فيها من بعيد تنجحوا بأمور العلاقة بالسفر بالاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح أكبر فعشان هيك فبترجع بتقدر تتمسك وتمسك بزمام الأمور من أول وجديد هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك الفترة هاي برضو بتحمل إما خبر من خارج البلاد أو من جهة تعليمية أو فيها سفر محتمل برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم ما زال مستمر في أمور إلها علاقة بالشراكة لأن القمر مقابلك تماماً فعشان هيك بيظل من الآن للصباح مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني من ساعات الصباح طبعاً القمر رح ينتقل وصير في البيت الثامن بتتغير الأوضاع وبتصير الأجواء تمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن بدك تنتبه إنه صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك ممكن تأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور أهم شيء إنك تقدم بعض التنازلات وتتراجع عن قرارات أو خطوة معينة سببت لك نوع من أنواع الزعاج والعداوي بالفترة الماضية برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا نوع من أنواع التعاون من الزملاء أو ممكن تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر يعني أهم نقطة إنه من الآن للصباح تركيز كله على العمل وعلى الصحة من ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك بصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكتكم ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة بتكون تحاضروا الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر هاي الفترة بعض المشاكل الطارئة بدك تكون صبور وما تتدمر الفترة هاي خالية من الحظ فعشان هيك لا تعتمد على الحظ نهائيا برج القوس بتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا الظروف جيدة وفي احتمال أنه يكون بعض القلق اتجاه أحد الأحبة الفترة النشطة وفيها دينماكية عالية جدا بتميل اليوم لترفيه عن النفس وبرضو أنت بتستحق هذا الشيء من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح ينتقل ويصير في بيتك السادس فعشان هيك بتلاقي أنه بدأ العمل بالتراكم عندك بصير يعني شوي في نوع من أنواع الضغط ولكن عندكو قدرة على إنجاز كثير من أعمالكم رغم أنه رح يصير في تراكم للعمل أهم شيء أن تنظموا جد والغذاكم تأخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وعلى طاقتك لحظ النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي بشكل جيد ما فيه إشي مقلق ولكن بدوا بعض المراقبة البعض المراقبة برج الجديد من الآن لغاية ساعات الصباح بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة تعتبر هاي الفترة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي أنت بتعيشها ممكن يصير في تبادل زيارات أو اتصالات مهمة طبعا الأجواء هاي رح تضلها مسيطرة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فعشان هيك بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا لأنه ممكن تجد اليوم حليف يدعم تصوراتك أهم إشي إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميل السفر أو المشاركة في رحلات عمل الأجواء إجمالا فيها رومانسية وفيها نجاح وفيها حب وفيها عاطفي ولكن ممكن يكون في بعض القلق على أحد الأحبة برج الدلو بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات من الآن لغاية ساعات الصباح يعني زي الأجواء لأيام الماضي ولكن اليوم بتكون أكثر منكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية لترويج لمشاريع بنجاح الأجواء جيدة وعندها قدرة عالية جدا على الإقناع وسرعة بديها عالية جدا الأجواء ممتازة جدا وبتظل دعميتك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيصير الجو بتركز على البيت أكثر فبيصير بوسعكم إدخال تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج حاول أنك تسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته حاول أنك تقدم المساعدة لأشخاص اللي بيحتاجوها بالفترة هاي يعني أنت كما أنك بتحب الدعم حاول أنك ما تقصر أن حدا طلب منك مساعدة برج الحوت بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي يعني متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعود لهم أو يحصلوا على هدية أو على إنجازات بتتعلق بالأموال يعني فيه إشيء له علاقة بأموال الشريك اليوم رح تهتموا فيها من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير تماما رح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر الاتصالات البعيدة الدراسة الجامعة القضايا القضائية الأوراق القانونية كلها هاي رح تكون متاحة واليوم فيها فرص حظة بتلعب عليها من ساعات الصباح فبيصير هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بدك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك اتفهم الآخرين وابقى هادئ وحاول أنك ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم أهم إشي أنك تحاذر من السرعة ومن الحركة السريعة بدون انتباه وحاول أنك تنتبه من سوء التفاهم بما أننا انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم حب أشكر الجميع على نشاطهم والأشخاص اللي بحطوا لايك أو بحطوا كومنت أو اللي بدعوا لي أو الأشخاص اللي يعني فعالين عندهم تفاعل على القناة شكرا للكم الأشخاص اللي بدعموا القناة من وراء الكواليس بالتشيير أو بنشر المحتوى أو إيصال المحتوى لناس برضو منشكرهم جدا على هذا الجهد الأشخاص المنتسبين في القناة الأشخاص اللي بدعموا القناة برضو منحب أن نوجه لهم الشكر والتحية يعني أهم شيء أنه إن شاء الله أني ما أكون بقصر معاكم صحيح كل إنسان إلو هفوة وأنا عندي هفوات يعني فممكن أكون قصرت بشيء أو ما وصلت المعلومة مثل ما بدكم أو حد سألني سؤال وما انتبهتش للسؤال أو ما قدرتش أجاوب على سؤاله فأعذروني كمان إذا بتلاحظوا في صندوق الوصف صار فيه هجوم الأيام الماضية علي بعد حلقة البث المباشر الهجوم هذا يعني شوي إن شاء الله رح نطلع منه كان هو تقديم شكوي كيدية أو يعني استغلوا نقطة قانونية أنا بجهلها إنه أنا كنت حط عنوان البنك الآيبان وحسابي وهذا على أساس اللي بده يحول لحساب البنك فتقدم شكوي للبنك أو ملاحظة للبنك إنه هذا الشخص بعلن عن حسابه كأنه فاتح شركة أو بلم تبرعات مخالف للقوانين طبعا هذا في قانون الأردن مخالف فالبنك ودى لي انذار بإني أحذف العنوان البنك من التعليقات وتم تجميد البطاقات الإئتمانية بس الحساب ما نغلق يعني الحساب موجود فاتطرنا إنه حذفنا من صندوق الوصف على أساس إنه نوقف المشكلة وما نخلي المشكلة هاي تتفاقم فطبعا يعني بيحاولوا بأي طريقة إنهم يهاجموني بيحاولوا بأي طريقة إنهم يفتعلوا مشاكل وخصوصا إني غلت إنه أنا ما بربح من اليوتيوب أنا بستفيد من الأشخاص اللي بتعمل إحوالات ولكن يعني هالإحوالات بيفكروها واو بالألوف بتيجي يعني إيش إحوالات يعني كل واحد عارف الإمكانيات اللي عند الناس إيش هي ولكن هم حتى هاي المبالغ البسيطة بدهم يمنعوها عشان إنه أنا أمل وأوقف عن القناة وأنا ما رح أوقف حتى لو توقف الدعم نهائيا هذا الشيء هم بيجهلوه ما بيعرفوا العناد اللي موجودة عندي أو قدرة التصميم الموجودة عندي على فعل الشيء حتى لو ما استفدت من أي شيء أنا ما عندي أي مشكلة بظل أسجل حلقات بس حبيت إني أنا أعرفكم على هاي النقطة يعني الآن بس اللي فعال اللي هو البيبال اللي بده يحولي من طريق الحساب بتواصل معي على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف أنا ببعث له وين يحولي إياهم إن شاء الله تعالى يعني بطريقة ما نخلفش فيها القانون معلش فضفضت لكم ولكن متعودين يعني لازم أحكي لكم أول بول عن الأكشنات اللي بتصير معي فالحمد لله رب العالمين هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر